موسيقى مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وألهم بكم في هذا العدد الأول من برنامج مع وسيط الجمهورية مع وسيط الجمهورية برنامج بحول الله سيدرب لكم موعدا من كل خميس من آخر كل شهر ليرصد نشاطات هذه الهيئة الدستورية العليا في الدولة الجزائرية والتي تعنى بنقل انشغالات المواطن والتوسط لحلها مع الإدارة ومع كذلك مختلف الدواء الرسمية في الدولة وعليه أسعد اليوم في هذا العدد باستضافة السيد إبراهيم مراد وهو وسيط الجمهورية أهلا بك سيدي شكرا بارك الله فيكم إذن قبل أن نبدأ معكم النقاش ونفصل في عديد النقاط ضمن محاور هذا العدد أدعو المشاهدين لمتابعة هذه التغطية والتي تعود إلى زيارة تفاقدية لسيد وسيط الجمهورية التي كانت ثلاثة هذا الأسبوع بولاية وهران تفقد من خلالها عديد المشاريع بالولاية كما سمع كذلك لانشغالات المواطنين هناك تغطية لزميل سيف الدين بن زردا ثم نعود لمناقشة ضيفنا الكهرباء بهذه القرية المتواجدة ببلادية بطيوى ولاية وهران مشاريع أنجزت وأخرى ما يزال المواطن ينتظر أن تجسد واقعا وسيط الجمهورية إبراهيم مراد تفقد المنطقة وسجل أبرزا شغالات الساكنة المنطقة في دائرة بطيوى ليست مستفادة من نسبة كبيرة السيد الرئيس الجمهورية يحرص كل الحرس بشيغير الأوضاع المواطنين ليعيشوا الغبن باتلمان الكلمة هناك الأمور تتحسن لازم تمثقوا في سلطاتنا في السيد الرئيس الجمهورية شغل والشغل زيارة وسيط الجمهورية إلى وهران كانت فرصة للوقوف على مدى تقدم أشغال المنشآت الرياضية التي ستحتضن الألعاب المتوسطية تقدم الأشغال في ظرف وجيز كانت متعطلة حقيقة كان شيء يعني خلينا نشكوا شوية في الأجال إنما اليوم مع الوثيرة الجديدة هذه ومع الشيء اللي يبرغم عليها هو عدد العمال اللي مشاء من نظن خمسين إلى اليوم ثلاثمائة واحد وثلاثين لا أظن لن يبين الجدية على السلطات وثني حرصهم لإن شاء الله تكميلته ونشوفه ما بقالوش لن نعتبره باللي تام ممكن ما زال بعض من تحفظات نرفعها فقط إذن شيء هذا يعني خلينا نأمل أن إن شاء الله المنشآت الأخرى ثني تلحقها الركب تكون في مثل هذا المستوى أن تعلي إنجاز إبراهيم راد كشف أن هيئته ستطلق منصة إلكترونية قريبا مهمتها استقبال شكاوى المواطنين في مختلف المجالات أهلا بكم مشاهدينا من جديد سيد إبراهيم مراد يبدو أننا دخلنا مباشرة في صلب الموضوع وهنا أسألك على ضوء هذا العمل الميداني السيد رئيس الجمهورية حرصا منذ الوهلة الأولى في مأمورياتها الدستورية على إصدار مرسوم رئاسي لتأسيس هيئة وسيط الجمهورية هذه الهيئة للأسف التي تم تغيبها لسنوات طويلة سابقا هذه المرة بأي أهداف عادة بارك الله فيك وقبل هذا أود أن أشكركم على الاستضافة ولتاحة تدليل هذه الفرصة لأعرف عن هذه الهيئة الجديدة الهيئة وسيط الجمهورية هذه الهيئة التي أحدثها السيد رئيس الجمهورية بناء على التزاماته الربع وخنسين هو الذي يعرف الميدان يعرف الواقع المعيشي لكل المواطنين يعرف مع معاناتهم فكان من ضمن التزامته تكريس حرصه على ضمان الحريات والحقوق للمواطنين حرصه على بناء دولة قوية حيث لا يحتقر فيها ألا المواطن ترقية العدالة الاجتماعية وضمان الشفافية في تسيير الشأن العام إذن كل هذا جعله مع الوهلة الأولى يفكر في إحداث هذه الهيئة فكان المرسوم الذي اصدره يوم 15 فبريق المرسوم 45 عشرين القاضي إذن بتأسيس وسيط الجمهورية والذي استندوا صلاحيته من صلاحيته من صلاحيته لا أعرف القول التي يريد أن يعطيها للصيد الجمهورية حتى يعمل في هذا الاتجاه وحتى يحقق وحتى يتبنى شغالات المواطنين ويحقق لهم ما آري بهم المواطنين ليست بسهلة بطبيعة حال إنما نسعى إن شاء الله لنكون في مستوى طموحات المواطنين وفي مستوى ما أراده السيد الرئيس الجمهورية وهذا من التزاماته لابد من تحقيقه بما نكت تحدث عن الإرادة السياسية لدولة الجزائرية حاليا هذه الإرادة السياسية كذلك أراد التكريس الديمقراطية التشاركية بمفهومها العام والخاص أتحدث عن هيئة وسيط الجمهورية ما هو دور هذه الهيئة في تكريس هذا المبدأ معرك الله فيك هنا وهناك فيه معطنون كثيرون يعانون بواب الإدارة أحيانا توجد موسطة عندهم السيد الرئيس الجمهورية أراد أن يقحمهم في هذه الإدارة التي كان من فرض أن تكون وسيلة لتحقيق مآربهم لتقديم الخدمة العمومية هذا بناء على ما يريده يعني العمل أنه هو تجسيد ما نسميه الحكم الراشد الحكم الراشد يتمع الكلمة لنا هذا هو الدور أنت أي إدارة كأداد كوسيلة لتكفل بمشاكل المواطنين الحكم الراشد يقضي أن نستمع إلى المواطن نصغي إليه أن نعتني بمشاكله أن نتبنها وأن نشد بيده إلى غاية أن يجد ما آله إذن المواطنين انشغلتهم كثيرة وعديدة فيهم الذين يتون لفراد ليقدموا طلباتهم لممكن لبعض منها سنوات هي حبيث الضراج يكاتبون الإدارات كأنما يسمى مكاتب بيروديرو يكاتب مكاتب الشكاوي ولكن أحيانا هو يبعد منثقا أنه لا رد لمرسلته اليوم العمر يختلف يراسل هيئة وسيط الجمهورية إما مركزين إما على مستوى المدوم بعد ربما تكلموا فيما يخص كل هذا وكاينين ممكن جمعيات جمعيات التي تأتي لطرح الانشغلات التي تطرح لها على مستوى عدة للمسؤول الإدارات المختلفة ولكن أحيانا باعتبار أنها جمعية إحياء جمعية قرى مثلا كنا نتكف بالمناطق النائية جمعيات تتكفل بالبيئة في مجالات عدة أحيانا زيادة لانشغلاتهم يطرحون بعض من الاقتراحات الاقتراحات هذه قد تكون ثارية وقد تمكننا نحن لكوة اقتراح الوسيط ليس غير بشيرد على الشكاوي أحيانا عندما يلاحظ أن هناك بعض من النصوص ممكن غامضة مبهمة نصوص ممكن أكل عليها الزمن وشرب متقادمة إذن حتما ممكن يقترح لهيئة انفيذية للحكومة يقترح بعض من النصوص حتى إن شاء الله نزيل هذه العوائق أحيانا قد اقتراح من هذه الجمعيات من هذا الباب نعتبرها أنها تشارك في المنظومة القانونية والمنظومة التنظيمية وهي ديمقراطية التشاركية صحيح ربما الآن وصلت بنا إلى نقطة مهمة جدا تتعلق بصلاحيات هيئة وسيط الجمهورية وهنا ربما التعليم أو النص الدستوري يصف صلاحياتها بأنها هيئة طعن غير قضائية ما الذي يعنيه سيد مراد ذلك وإلى أي حد يمكن أن تتوسع صلاحيات هيئة وساطة الجمهورية قانونيا بطبيعة الحالة هي باعتبار أن القضاء سلطة مستقلة لذاتها غير ممكن بدلا أن نتدخل في مسارها في مسارها نحن نتكفل بالطعن المؤسس هو طعن الذي يقدم المواطن الذي استنفذ كل طرق الطعن ويرى أنه ما زال ضحية غبن ضحية حقرة ضحية عدم تكفل بمشاكله على مسوى إدارة ما نحن نتكفل بهم بطبيعة حال إما عن طريق عريضة يقدمها لنا إما عن طريق الاستقبالات التي بإصف أقولها دائمة في يمات الاستقبال لكن واحد يتقدم ويجيك من بعيد لا تنجل لا تنجل لا تنجل تسمع تسجل كل ما يتعلق به تفتح له ميلف وتشوف طبيعة العارضة العارضة هذه لا تبقى تتبقى 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 الهيئة تتبقى الهيئة إما المستوى المركزي إما المستوى المحلي ونحن نراسل إدارة المعنية أو الهيئة المعنية أي هيئة معنية قد تكون مؤسسة تبع الدولة قد تكون منظمة نتابعها ونرى ما باعتبار أن هناك ميلف ما هي العوائق ونعمل حتى إن شاء الله معا نرافق هذه الإدارة ونجد المبتغى السيد وشي طالب لكان عنده حق يناله معلل لكن ما عنده حق نحن منهار لنشوفه باللي ما عنده حق لأن هذا مع الأسف يتنافى وبعض من المتطلبات قد تكون قانونية تنظيمية إذن لازم يصارح بعد الإجابة بعد الرد أنت على الوزارة أو أي هيئة إدارية وهذا يجب بصراحة قال ممكن كنتم تظنون أن هناك لديكم حق ولكن إذا لم يكن فيه رد من قبل الإدارة لهذه الأسباب يعني الرد متوفر في كلا حالتين لم يكن في كلا الحالتين لازم هو يعرف أن فيه متابعة وفيه مرافقة جدية لطلبه يعني نحن نذهب معه إلى غاية ما يريده هو بناء على الطلب وعلى محتوى كيف يكون الإرادة لإدارة كيف تجاوبنا وتعطينا الثبوت بل هذا روهم ما عنده شق بل سبق له أن طعن في هذا وأن الإدارة أجابته إنما ربما آملا أن الهيئة جديدة ربما تجد حلول غير هذه إذا ممكن اقتنعوا بل الردود عن الإدارة من قبل هي هذه اليوم مؤسسة بطبيعة الحال بكل إخلاص وبكل صدق وبكل موضوعية نفهم أفهمي كلامك أيضا بأن قبل أن ترافع فيها وأن توصلها إلى الإدارة المعنية فيها مستشار ما يسمى بالمكلفين إذن بالدراسات والتلخص ثمانية على المستشار المركز وفيها المكلفين بالدراسات وكل واحد عنده مجال مجالات نتناوله جميع المجالات كل طبيعة الشكاوي إلا ونكلف أحد المستشار إذن لتكفل به لتكفل بملفه وبمتابعته إلى غاية المآل الذي نصل إليه إيجابيا الحمد لله سنبشره إذن بمتابعته وبالعمل على مستوى إذن الإدارة المعنية لضمان حقوقه سلبيا لأنه كانت هناك أربع مرسلات من قبله مع مباشرة الإدارة المعنية فإن كذلك على الأقل نقص عليه هذا المتاعب السفر والمرسلات دون جدوى إذن يعرف باللي غير ممكن أبدا يعني 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 الحق لماذا لأنه كان هناك عائق ممكن قانونية تنظيمية شيء ممكن يطالب بحقوق مثلا يقول يطالب بأشياء لجاء النص بعدما خرج هو التقاعد يحوص باش يطبقوها عليها بينما هذا كان خرج خارج الموقع يشتغل مثلا في هذه الإدارة عندنا حالة كما هذه إذن لا يطبق عليها النصوص هذه هو يحب يستفيد منها كما يستفيد الناس يرى ما زالوا كامل إذن المهم على حساب طبيعة الشكوى إذن نكون ميلف وتكون متابعة إلى الوصول إلى المآل الذي نصل إليه والمهم للمواطن حرصا منا أنه من طبيعي أن يطالب بحقه كان على دراية أم لا لازم نخبره هذا هو الأساس وهذا ما يحرس عليه السيد الرئيس الجمهورية الذي يضع المواطن محل كل الاهتمامات مهما كانت المواطن بسيحه لابد أن نتكفل بها وكم هي كثيرة وكم هم المواطنون الكثير الذين هضيمت حقوقهم وما عرفوش يوصلوا وكانوا هنا في الجزائر عندهم حضر ربما يوصلوا ولكن كان أخرين رغم بعاد وعندهم أمام الإدارة يخاف وحتى يتقدموا أمام الإدارة شاعرين بأن هناك بواب ربما زالت تبقى موسدة في وجوههم اليوم ومع إيجاد إذن هذه الهيئة الجديدة الابدال أمل يرجع على بلوك يجي يتم استقباله تكفل بعارضته ويتم متبعثها هذا يجب أن يكون متقن أن هناك شيء جدي وأن هناك شيء ما تغيير ما يهم أيضا المواطن دائما مهلت معالجة هذه الملفات أو المدة الزمنية التي تستغرق الهيئة في معالجة هذه الملفات متوسط هذه المدة تقريبا وفقا كل هذا يجي لحساب طبيعة العارضة طالب السكن واحد شروعه باللي حقوقه هضمت ولم يدرج في القائمة لسببه آخر يعطينا بعض من ما يعتبر هو حجة حجة نعرف النصوص بالنسبة للتوزيع السكنات بالنسبة للجان كيف تعمل الأمر ممكن ما يطول بزيف تشغيل ثاني كذلك ممكن ما يطول بزيف بعض من القضايا مع خصومات مع إدارات ممكن ما يطول بزيف ليطولوا هما أساسا القضايا المتعلقة بالعقار موجودة بكثرة وحيانا نوعا ما معقدة معقدة وتتطلب بالوقت وثاني كذلك بعض من الاستثمارات كان بعض من الاستثمارات كذلك ملفات ممكن الحجم تلقاه كبير طلب هذا وقت وطلب ثاني كذلك تحري تحري من ضمن ثاني كذلك السلاحية الوسيط الجمهورية بإمكان أن يذهب إلى أي إدارة كانت ويطلب بمساعدتها ويتحر ويطلب أي وثيقة تمكنه من إذن دراسة العريضة ملف كان أو عريضة بسيطة لإيجاد الحل المناسب إنما أحيان عندما يقتضي الأمر نذب لنقوم بالتحريات اللازمة لدى الإدارة المعنية والحمد لله فيها مساعدة من قبل كل قضية قضية طبيق قانون قضية طبيق مرسوم طيب لأن ماذا عن عدد العرائد التي تصل إلى هيئة وسيط الجمهورية سواء على مستوى المندوبية الولائية أو على المستوى المركزي خاصة وأن يبدو أن الهيئة استقبلت أرقام كبيرة جدا خلال هذه الفترة ونتحدث أيضا عن الملفات التي تمت معالجتها في هذا الإطار بارك الله فيك كان يوم أمس في أثناء الزيارة على مستوى وليت واهرن كنت قدمت رقم وليك لا أعطيته بالتدقيق أكثر من سنة 15000 لما أعطيتكم الرقم بالتدقيق لسنة 2021 رقم هذا هو اللي وصلنا إلى غاية اليوم إلى غاية اليوم استلمنا 56 فور 462 عارضة درسنا منها 55 272 كلها تم دراستها يعني تدرسها وفيها بطبيعة الحال إجراءات ومصار معنى هذه نسبة 98% العدد الإجابات الوردة من مختلف الإدارات نحن لا نستلمها نحن نتصم على الإدارات المعنية المحل لأن الخصوم المحل المنازع الطرف الثاني يعني في الملح المحل العريضة 32 687 أعتبره رقم يعني مقبول نسبة 59% العدد العرائض التي الميت من رد عليها وقد تكون من ضمنها هذه العرائض التي قلت أنها نوعا ما معقدة باعتبار أنها تخص العقار والكل يعرف مشاكل العقار والمسار التاعو والممكن من يد إلى أخرى الإدارات العديدة التي توجد فيها الخصومات إذن فيها 22 585 يعني يقارب 41% من العدد الإجمالي من العرائض هذه ما نحن نتبع هم ولكن المهلة تطول شوية ونحن نتفهم بعض الإدارات لإدارتنا كذلك تبعث مثلا يرسلنا على مستوى المركز والله يبعث همنا المندوبين على مستوى الولايات نظرا لأهمية العرائضة ولماذا نتجاوز الصلاح يتحم نحن نتصل بالإدارة المعنية الإدارة المعنية هي ثانية تقوم بتحرية قد ترجع هذه العريضة إلى المستوى المحلي على مستوى إداراتين وأخرى كل هذا المسار يتطلب شوية وقت نحن تلحقنا في مدة بالنسبة للمعقدة شهر شهر ونص حتى الشهرين نعتبروا بالمقبولة نحن 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 ما نقبلوش العرائض ربما بسيطة ولكن ما كانش عندها الرد وربما كما كان في وقت مضى يعني قريب ما يريولهش الاهتمام اللازم ما يعطولهش الاهتمام اللازم وتبقى تتراكم تتراكم الحمد لله اليوم السيد الرئيس المغرية بعلم بهذا كان أزدى تعليمات إلى السيد الرئيس الوزراء الذي أزدى من جهته تعليمات للسادة الوزراء والسادة الولاد لتكفل بمشاكل المشاكل المطروحة من قبل هيئة الواسط ومن قبل المندوبين على مستوى الولاد وتغيير جذريا الوضعية الحمد لله اليوم فيها ردود سريعة وإيجابية وعادلة وإيجابية أحيانا فيها أكثر أحيانا فيها تكفل هذا شيء مهم وهذا ما نأمل أن يبقى وأن يتضعف بصفة إيجابية لأن الأمر مهم جدا ولأن السيد الرئيس مرة أخرى حاريس ليعطي الاهتمام البالغ للمواطن لا يريده أن يواصل في معاناته أن يبقى يعيش الغبن أن يفقد الأمل في إدارته الإدارة هنا لكي تخدم لكي تحارب لكي تقفل البيبان في وجهه لا كانت قبل نهية الوسيط على مستوى كل إدارة يحطوا مكتب الشكاوي الشكاوي يحطها وحدها 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 وحبيث الأدراج هذا ما أبقى هو الذي يعرف الواقع هو الذي يعرف الجزير كيف هيك لا ويعرف العقليات المواطن إذن رأى أنه من الضروري إحداث من جديد هذه الهيئة وكلها دور الأساسي للعب حتى تكون جيسة ثقة بين المواطن والإدارة حتى تقصى حمزة وصل ما بين المواطن والإدارة نحن على مسافة واحدة ما بين المواطن وحاجيته وما بين مطلبات الإدارة ماذا بنا نقربهم وماذا بنا نحل المشاكل سيد مراد سنواصل معك هذا النقاش والآن نتابع ورقة تخص دائما جوهر عمل ومهام وكذلك أهداف إنشاء أو تأسيس هيئة وسيط الجمهورية الورقة من إعداد رابعة بوزيدي ثم نواصل هذا النقاش ضمن تكريسي ألية الحوار البناء بين جميع الأطراف وتفعيل الديمقراطية التشاركية تتمحور مهام وسط الجمهورية باعتبارها هيئة طعن غير قضائية تسهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفي قانونية سير المؤسسة والإدارة العمومية شفنا بلي كي تنسد ينسدوا البيبان على المواطن خشكين المواطن بسيط ما يقدر يلحق الصوت للسلطات العلي دار الواسطة هذية فيها خير احنا جينا على جل العويل هذو وربعة وثمانين العائلة هذية بس كل حالة تحمر هي كارفية وحنا على بنا من الحلرة عند وسط الجمهورية احنا هنا على مستوى وساطة الجمهورية جينا باش نطالبوا تطبيق المرسوم ميتين وستوستين وربعة عش المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 اللي دي نص على الترقية الآلية من الصنف عشرة الى صنف احداش من الفين وربعة وحنا نمشي ونشتكي بصح ملقي ناح التحول من بعد مشينا الواسطة الجمهورية وليت بو مردس بعد واسطة الجمهورية بو مردس نشينا لزايد رانا نطرح في الانشغال تانا باش يديرونا حولول تشهد مركزية وسط الجمهورية اقبالا من طرف المواطنين لعرض مشاكلهم التي تكون بحسب درجة تعقيد الملفات خاصة التي تشمل قطاعات اقتصادية اجتماعية وقانونية لتقديمها والفصل فيها دون محابات ولا محسوبية بالتنسيق مع نقاط الاتصال على مستوى كل الوزارات والمديريات المختصة للتوصل الى اجابات نهائية حول وضعية الحالة محل العريضة نحن وساطة الجمهورية نسعى إلى محاربة كل اوجه الباروقراطية نكون همزة التواصل بين المواطن وبين الادارة نحن مختلف المؤسسات نحن نرسل كل قانون الذي يحدد مهام وساطة الجمهورية نحن نرسل كل الهيئات لها علاقة بالموضوع اللي يجعله المواطن وبالتالي نحن لازم جاوبنا في اجال معقولة علاقة المصالح المركزية لوساطة الجمهورية مع المندوبيات المحلية المنتشرة على مستوى 58 ملايات زائد 59 في برج باجي مختار العلاقة التفاعلية يعني كيكون لما يكون فيه انشغال محلي على مستوى الولاية بحلول يعني مقترحة من طرف السلطات المحلية يتم التكفل به محليا مع المندوب المحلي اذا لم يتم التكفل به فان المندوب يقوم بتحويل العريضة مع عناصر مهمة التي تمكنا من دراستها وطرحها على المصالح المركزية يتم معالجتها على مستوانا وتحويلها على الوزارة المانية من خلال أيضا العرائض التي تدرس على مستوى المركزي نستطيع من خلال هذه الدراسة عن طريق دراسة ومعالجة قانونية ومعالجة علمية نستطيع من خلال هذه الدراسة أن نقدم اقتراحات وحلول للوزارات حصيلة عمل وسيط الجمهورية ترفع في تقرير مفصل لرئيس الجمهورية مصحوب بتوصيات واقتراحات مبنية على الوضعية التي تمت معانجتها أهلا بكم مشاهدين لازلتم معنا ضمن برنامج مع وسيط الجمهورية وضيفنا السيد إبراهيم مراد وسيط الجمهورية هذا تقرير حمل العديد من النقاط التقنية خصوصا لعمل هذه الهيئة وكنت تحدثت قبل ذلك عن الأرقام والعرائد الكبيرة التي وصلت إلى الهيئة سواء عند المندوبيات أو لدى كذلك المركزية هنا أسألك أين وصلت عملية تمثيل الهيئة لدى الولايات خاصة مناطق الظل اسمح لي فيما يتعلق بتمثيل هيئة وسيط الجمهورية لدى مختلف ولايات الجمهورية سيما مناطق الظل التي يولي لها سيد رئيس الجمهورية الأهمية الكبرى بالنسبة لوسيط الجمهورية عندهم مساعدين على مستوى كل الولايات من دوبين من دوب بوسيط الجمهورية على مستوى 1958 ولايات زائد كذلك الشيء الذي ربما يبين حرص رئيس الجمهورية في إطار اعطاء اهتمام للمواطن زائد من دوب على مستوى دائرة دارية على مستوى السيركونسكريبشن أو دميستراتي بتاعدد الولايات جديدة ولايات يعني الجديدة لا ما زالت ما ترققش إلى ولاية تتحدث عن المقاطعات الإدارية المقاطعة الإدارية للدبداب لدبداب رغم أنها لم ترقبت إلى مصف ولاية إنما أبا إلا أن يكون بها مندوب لوسيط الجمهورية لا لشيء فقط لأنه يريد أن يكون مندوب أن يقرب المندوب من المواطن حيث ما يكون المواطن يكون المندوب إذن لنشوف مصالح أخرى في المقاطعة ممكن ما زال ما كان غير الولي المنتدب وكان مندوب بسيط الجمهورية إذن إحنا الممكن الهيئة الوحيدة التي عندها 59 ممثل 58 زيد واحد هذا مهم جدا إذن هذا المندوبين كلهم تعينوا بمرصوم تم اختيارهم وفقا إلى نزاهاتهم إلى خبرتهم إلى جروبتهم إلى مكانهم اجتماعي رمقيمين بدور فعال بدور إيجابي باعتبار أنه غير ممكن أبدن لوسيط الجمهورية من الجزائر العاصمة بلاد قارة شاسعة ووسعة أن يتجو مع كل المشاكل التي تطرح من هنا وهناك غير ممكن إذن لابد أن يكون تمثليات على مستوى الولايات إلى غاية اليوم منظمة اهتمامتهم المناطق الضل ممكن تكلفت به عندما كنت مكلب مهم على مستوى الرئاسة ونظر لأهمية الملف وعلاقة الوطيدة كذلك مع المواطن بيتأبار أن من هو من يقضن بمناطق الضل هو المواطن المحروم من كل شيء هم أبناء محرومين من المطعم المدرسي من التدفئة الذين يصلون إلى ممكن قوة إلى مدرسهم من قرائهم من قرائهم النائية بكل صعوبة هم الناس المعرضين لكل أخطار محذقة بهم ليلا لكما تكون كذلك الإنارة العمومية خطر في النهار كذلك البعد إذن السيد الرئيس الجمهوري حرص وإذا كانت من النظيم الملف فتعوا دائما في إطار تحسين أوضاع الموطنين تحسين أوضاعهم إذن تكلف بمناطق الضل والحكال الملف كنا نتبعوه ونظر لعلاقة الوطيدة مع وساطة الجمهورية تبني مشاكلهم نظن بلي عندها علاقة مباشرة ممكن مستقبلا إذن سنلزمهم بمتابعة خاصة بمناطق الضل على أقل على مستوى بعض من القرآن اللي مزال فيها بعض من الإشغال الرامية إلى تحسين أوضاعهم ممكن لو بعض الآخر مينجموش 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 بهم كي تجيهم شكاوي إما فردية إما جامعية إذن من ناحية هذه تنجم نقول بليه رغم من دوبين من ضمن أهمهم التكفل على وجه الخصوص بمناطق الضل إذن هذا هو الأساس الأمر يتعلق بالمواطن وبتحسين ظروف معيشته بالمواطن وإعطائه الاهتمام اللازم بالمواطن وجعله يكون إيجابيا يعيشه في وسطه يقبله من جميع المجالات من جميع النواحي لا يفكر أبدا أن يغادره لأنه من فائدته أن يكون هنا وأن ينتج هنا وأن أبناءه يكونوا مستقرين هنا بطبيعة الحال يستفيدون من كل مرافق الحياة ويثيقون في الإدارة المتواجدة على مصر البلد ومسر الولاية وعلى كل هيئة الدولة هذا هو الأسس جميل طيب لما نتحدث عن كذلك المندوبيات الأمر يتعلق بمنهجية سواء استقبال الملافات أو استقبال المواطنين كيف تتم العملية على مستوى المندوبيات الولائية 59 أو على مستوى المركزية أيضا وسبق لي وأن استقبلت فرادة عندما تم تعيني من قبل سيدة رئيسة المهورية استقبلت فرادة كل مندوب وتحدثت معه ولهنا لاحظت التباين بالنسبة الكيفية تكفل المشاكل ما بين مندوبية وأخرى كان إذن لزام عالية أن أجمعهم لتوحيد منهجية العمل لتوحيد الرؤى لتوحيد منهجية العمل كان في رقاءات تدوم يوم مع ربما 18 مندوبية ونذهب إلى أدق الجزئيات حتى يكون العمل ناجح حتى يكون العمل بصفة محكمة يتحمل فيها وحتى تكون نظرة شاملة وكاملة إذن من ناحية الآن أنا أعرف كيف لازم نقوم مثلا واحد إما استلم عارضة إما يستقبل العارض نعم المواطن يستقبل يستمع إليه يتكفل بالمشكلة التي قد يتدخل على المستوى المحلي بعض من الأمور جدا بسيطة بحكم أنها هؤلاء قراب لمراكز القرار صحيح أحيان ربما بالهاتف ممكن تنقل إلى الإدارة المعنية يحلوا المشكل يحطوا باللي ثاني كذلك بل المشكلة التي تعود قد يكون داما سنوات تم حل يعطون نحن العرقام عندما يستعصى الأمر لابد ثاني كذلك سيد الولي على مستوى كل ولاية إذا كما فيش ردود وفيش أجوبة أو الولي الذي له تعليمات وخاصة منذ قرابة شهرين إذن غير ممكن لابدين لا يتكفل بهذا وعند الحاجة يتصل بينا كوسيط الجمهورية لها تدخل على مستوى وآخر المهم غير ممكن بدن أن تبقى الرسائل كما كانت من قبل عرائد كما كانت مقامل لا أحد يلي لها الاهتمام اليوم فيه جدية فيه وغير ممكن أن لا يكون هذا قضية قضية مصدقية إحنا وش نقول إحنا قلنا لازم هيئة وسيط الجمهورية يجب أن يكون عندها قبول من قبل أساسا المواطن صحيح عندما يقدم شكوة يعرف أنه هناك من يتكفل بها بصفتين جدية ويتابعها إلى الوصول إلى غايتها ومن قبل الثاني كذلك الهيئات التي نتعامل معها مركزيا مع الوزارات والهيئات الأخرى ومحلين معها لإدارات على مستوى الولايات ومستوى المجالس الشعبية البلدية ومستوى كل الهيئات إذن عندما يكون قبولها تفرض نفسها وغير ممكن أبدا أن لا تتعامل معها بصفة إيجابية وبصفة فعالة وناجعة عمل كذلك المندوبة وسيطة الجمهورية كما هو عمل إداري من التحقيق في الوثائق والمستندات كذلك يحتاج إلى عمل ميداني وبالتالي هنا نتحدث على الكفاءات التي تتكفل بانشغالات المواطنين وتتوفر لدى هيئة وساطة الجمهورية ماذا عن هذه الكفاءات مهم جدا الحديث عن هذه النقطة حتى نضع المواطن في صورة من يتكفل بانشغالهم ومن يدرس ملفاته بارك الله فيك صحب نحن على مستوى المركزي الحمد لله تم اختيارنا لضغو الأخضر لنختار نحصل لأكثر كفاءة من هنا وهناك وفيها أقولها صراحة مساعدة من قبل الجهاز التنفيذي من الوزارات المختلفة والإدارة التابعة لها وعلى المستوى المحلي عندها إحداث هذه الهيئة فيه المندوب الذي تم تعيينه ولكن فيه وضع تحت تصرفه بعض من الإطارات من إدارة وأخرى هم الذين تم تكفل هم الذين تكفلوا بداية باستقبال المواطنين باستلام على عرائدهم الآن ندعم الصفوفتان حتى نكون إدارة إن شاء الله في مستوى طموحاتنا في مستوى المهم المنطبين إذن كل مندوب بزيد على الوساطة كل مندوب عنده اليوم ربع مساعدين زوج متصرفين إداريين واثنين للناس أمور إدارية وفيه ثاني كذلك البعض اللي تم وضعهم من قبل الإدارات ما زالوا تحت صرف ورهم يقوموا بعمل إما في الموقع من خلال دراس العرايد إما تنقل إلى إداراتين وأخرى مستقبلا ثاني كذلك تتم الحمد لله إعطاء الإمكانية تدعيم الورغانيقرام يعني النظام الداخلي لهيئة وسيط الجمهورية راح ندعم بمديريات جديدة وبعناصر فتح مناصر جديدة بعناصر جديدة على المستوى المركزي ومساعدين للمندوب زيادة على الشيء الذي يرى موجود عنده كل مندوب يكون له ثلاث مساعدين بمثابة الملحقي الدوان مثلا في نفس المنصف كما ملحقي الدوان كل هؤلاء سيعملون للتكفل الأحسن والأمثل لكل العرائد المتواجدة على مستوى هيئتين وأخرى وفيه الحمد لله ردود إيجابية فعلية وفيه بطبيعة الحال علاقة تفاعلية ما بين المركز وما بين المندوبيات تكفلوهما بالمشكلة يحلوه وهو مروق وما يحلوه إحنا ندخل وكل هذا سيكون أسهل عندما إن شاء الله تتيب عملية الرقمنا ونحن على وشك إنهائها رأنا في 98% إن شاء الله أيام قليلة وتكون كل إدارتنا معصرنا مرقمنا ما يعني الشيء الموجود في المركز ينجمون يتبعون على مستوى المندوبية في المندوبية ينجمون يتبعون لهنا وأكثر من هذا نحن رأنا إن شاء الله سنضع في الخدمة إمكانية التواصل عن طريق الإنترنت هو سنأتي الأكيد لتفصيل في هذا المسروع المهم جدا سيد مراد لكن دائما أبقى فيما يتعلق بعمل هيئة الوساطة مع الإدارة لأنه ما يهم المواطن خاصة حجم أو قوة التنصيق ما بين هيئة الوساطة وما بين الإدارة الجزائرية على كل المستويات اليوم كيف تتجاوب الإدارة مع وسيط الجمهورية ومن دوبي وسيط الجمهورية الحمد لله الفضل كل الفضل يعود إلى سيد الرئيس الجمهورية الذي أعطاه تعليمات صارمة في هذا الشأن يريد أن الكل يعتني بهذه الهيئة الجديدة وسيد رئيس الوزراء بتوجه من سيد الرئيس الجمهورية أزدى تعليماته إلى كل أعضاء الحكومة وإلى كل الولاد وألزمهم بتحسين العلاقة مع الهيئة ومع من دوبي على مستوى الولايات باعتبار أن في وقت ما كان فيه بعض من الصعوبات نرىها طبيعية مع إنشاءها الحديث اليوم الحمد لله هم مشكورين فيه تعاون وفيه عمل تكاملي وما كان عارضة قدمناها ملف قدمناه وما تمش تبنيه وبذات النتائج تأتي حتى بالنسبة لبعض من الأمور المعقدة وفيه متابعة من قبل السيد الرئيس الجمهورية ومن السيد الرئيس الوزارة الآن ننتقل إلى تفاصيل العرائد المقدمة والإشكالات المطروحة لدى الجزائريين ما هي ربما القطاعات التي تشهد لديكم تقديم أكثر عرائد تقديم أكثر شكاوى بالنسبة للمواطنين خاصة ونحن نعلم بأن السنوات الماضية جعلت الكثير من التراكمات في كثير من القطاعات فيما يتعلق بالتكافل بين شغالات المواطن الجزائري الله ربما نجاوبك بأمثلة حية العرائد تمسج جميع القطعات جميع المجالات من السكن من طلب الشغل من طلب قطع عراضي للبناء من كل المشاكل العالقة بالعقار من بعض من الحقرة بعض يتعرض لها من قبل المسؤولين جميع المجالات إنما نبين لك مدى تكفل هذه الانشغالات نعطيك أمثلة حية التي في المدة الأخيرة تبنيناها ونحن سعداء أننا وجدنا لها الحلول المناسبة المثل الأول هو مذبح هنا بولاياتين من ولاية الوسط تم إنجازه منذ سنة 2016 تمت الأعمال به الجهزة بأحدث الأجهزة كان من المفروض أن منذ هذا التاريخ أن يدخل في الخدمة مع الأسف لسبب بسيط جدا حتى لو كان ممكن بداية بعض من المشكلة كان من المفروض أن يتكفلوا به لم يتكفلوا به لأن السيد على مستوى القطع الأرضية ممكن تجاوز بقليل المساحة المخصصة ولكن النشاط يبقى يجب مطابقة يعطيك صح ما أعطوه لدخل لكي أعطوه المطابقة الآن وثاني كذلك وزاد تماطلوا لكي أعطوه الاستغلال تماطلوا كثير كثير هذا لمدة قرابة خمس سنوات هو عاطر وتمجهز بأحسن تراث أحسن تراث وقته يخدم السيدة المذبح والإدارة كل على بالهم يخدم فقط نهار واحد في العام نهار العيد الكبير بترخيص من هؤلاء الذين يمنعونه أن يدخل في النشاط يعني بتشوف الغرابة العيد يفوت أغلق ما عندك حق وهذه الممارسات البيرقراطية الممارسات البيرقراطية المشكل شوف مدام المذبح رأول هنا أنا قلت لبعض من المسؤولين أنا موسى وآخر هاي قلت لسرعة ما تخلي وشي يخدم هاي أخذوا قرار هدموله من جمش من جمش خطم شيء مذبح ضخم إذن الحمد لله بعد دخولنا وبعد تبني المشكلة من قبل أعلى مستوى الحمد لله كانت تعليمات أوطيت واليوم وراه وظيف يشغل ويشغل خمسين واحد من ضمنهم ستعاش إطار إن شاء الله يبارك جميعيين هذا المثل الثاني في غردية لكل يعرف غردية طراز المعمارة الفريد يعطيك صح تافيلالت كان حي اسمي تافيلالت تافيلالت منذ 2004 شرعة في إنجاز في إطار السكن التساهمي أقولها مدينة فيها 2050 ساكن نظر لي ما غلط 150 ساكن بالضبط 150 ساكن وفي هذا كلها صخرية كلها صخرية ترى كيف يعني هيئوها وكيف بنائوها دائما وفق التراز المعماري التي على غردية ووفق إلى تنمية مستدامة شيء عظيم رأيي اليوم محل الزيارة كل الوفود من الأجام التي يأتي إلى هنا نبعثهم من هذه تافيلالت مع الأسف قاطني هذا الحي أغلبهم لم يتحصل بعد على عقد الملكية لسبب إذارة محضر كان من الممكن فقط أن ندرسها حول طاولتين ونجد لها الحلول إلى غاية اليوم ما كان داخلنا ثاني بكل قوة مع الولي ألزمناه والحمد لله في اجتماع وثاني وثالث رأنا فنصر إن شاء الله عن قريب كل كل سيتحصل على عقد ملكيته الحمد لله المثل الثالث نريد أن أعطيك وبالنسبة المذبح هذا ربما نريد أن أعطيك ما هو أدهو أمر في ولاية جنوبية في الجنوبنا الكبير كان مذبح ثاني مماثل رأى هو احتوى موجود ورأى هو بالأجهزة ثانية كذلك من تراز الأحسن وكل شيء يسترجع وكل شيء يستعمل في روسيك ذات كعادة رسكرة إذا أولا في ولاية جنوبية الآن مفتحش قالك رفوق قطعة أرض فلاحية أرض فلاحية في الجنوب أريد أن ترى ما هو أدهو أمر المهم لكي نرجع لك المثل الثالث نحن كنا عايشين لجائحة الكورونا كان واحد الوحيد كان ينتج يسمى بلا كلوروكين هنا في الوسط هذا اضطرنا بش سلطات الهيئات العمومية ألزمته أن يضعف الإنتاج ذاهو وأن يستعملوا المخزون اللي كان موجود عنده وزادوا ألزموه بش يزيد ينتج أكثر فأكثر فشغال ممكن العمال اللي كانوا عنده لساعات أكثر ما كانوا يعملون ساعات إضافية والحمد لله كان في الموصف المطلوب وكان مع طالب كل المصالح الصحية إنما مع الأسف السيد بشيب ينتج لازم المستحقات تعوي خلاوها ضاع ما ستقول المستحقات داو المخزون والداو ما أنتج ولكن في مشاكل شوية كما يجب كاد أن يفلس في تدخل الحمد لله مع وزارة الصحة كانت حس المشكلة تبنات من قبلها وانقذنا شركة وانقذنا العمال بالنسبة للشغال التي عمي ربما نعطيك مثال واحد آخر بالنسبة لطلبات الجنوب الجنوب الكبير محتم برج بجي مختار أثناء الجائحة كانت فيها صعوبات بالنسبة للتنقل الناس كانوا اللهم في الجزائر العاصمة لما يذهبون إلى ديارة من جموش الحمد لله تم تدخل وتم تخصيص طائرات وثاني كذلك بصفة منتظمة كانت طائرة واحدة في الأسبوع زادوا وكثفوا وخلوا الناس يتنقلوا إلى غاية إذن ماكينهم فالهي فضل بطبيعة الحل هذه هي الأمثلة التي نأخذها بعين الأطبار والتي صح المواطن تأرقوا وتصعبوا بينما يجب يكون محل كل الأتمام ومحل كل الأنظار فبالنسبة للفنانين يفرحوا الناس يقوموا بحفلات يقوموا بالإنتاج الفكري وصعد قرية المساكنين كانوا بعض منهم يعيشوا ظروف جدا صعبة عندهم بعض من الحقوق على مستوى لوندا لم يكن نالوها أختم البعض لا يعرف البعض خاف يأتي لأن يطلع كذلك يطلع بحقه كان الذي كتبونا لم يتبني المشكلة الحمد لله من الفتح مرة تصل آخر ما تكفلنا به عائلة في الصين اليوم يبقى الخط بين العاصمة الصين وما بين الجزائر العاصمة ولكن كم الدراسة استفد منها كمل الدراسة وحاب يدخل قاعد معطل هذا كثير من سنة راسلنا الواسط غير ممكن بدن لا نتحس بها المشكلة أن نتكفل به راسلنا السيد للوزير الأول أقل من 24 ساعة كان الجواب إيجابي وأزدى تعليمات السيد الوزير النقل حتى يتكفل به عن طريق قبل ندخل مع فول شارتر الذي يذهب وربما يجيبوا له تجهيسات ويجيبوا له إذن الحمد لله هذا هو التدخل تعنا وعلى مستوى المندبيات ممكن نافيه هناك مشكلة ربما تأقل أهمية ولكن عندها فعالية أكثر هو الجميل في كل الأمثلة التي ذكرت مهم جدا هذه الأمثلة في مختلف المجالات هو أن يعي المواطن وهي ريسالة مباشرة للمواطن على أن انشغالاته يمكن أن يتم تكفل بها من أصغر انشغال إلى أكبر انشغال قد يرى ربما أنا أسألك في هذا المحور سؤال آخر يتعلق بتعليمات التي أزداها سيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي أزدى توجيهات بتكليفكم بانشغالات الصناعيين الذين تعطلت مشاريعهم بسبب البيروقراطية كيف ربما تعملون أو ترون الرؤية لمعالجة هذا الملف المهم مهم سؤال وجه جدا باعتبار أن هذا ما يلي له الاحتمام السيد رئيس الجمهورية بصفة موازية يريد أن يكمل البناء المؤسساتي الحمد لله نحن على وشك الانتهاء بعد يومين أو ثلاثة تكون إن شاء الله الانتخابات لمجلس المحلي المحلي وانتخاب الموتين على مستوى مجلس الأمة يرجع إلى شيء الذي كان يتابعه بصفة أخص ألا وهو تحريك الألة الاقتصادية صحيح الألة الاقتصادية يعني كل اجتماعاته تهدف إلى هذا من ضمن إذن الشيء الذي لا يتقبله العقل أن ممكن معاملة تمت كما كان المدبح كما قلنا كان معاملة إما تمت إما على وشك الانتهاء ولكن توقف رأي ما دخلت الخدمة تشغيل هذا غير مقبول وبينما الشباب وخاصة جمعيا منهم ينتظرون إذن فرص للعمل الحركية الاقتصادية تحتاج إلى خلق الثروة إلى خلق هذه الحركية عالوية وسفلي إلى تحريك دواليب الاقتصاد إذن تكون هذا رأي بالعشرات الماقل بالمائة عشرات نحن على مستوى للوسطة والهيط والوسيط نعالجها الآن وقد كلفت صحيح بهذا الملف شريف ولكن تكليف بهذا الملف أنا سأعمل جاهدا لأخرج هذه المعامل التي تمت أوهي على وشك الانتهاء بطريقة وبأخرى لنجد الآلية الكيفية ولكن تتشغل عن قريب إن شاء الله برب إن شاء الله لكن لازم عامل في الميدان نروح في الميدان لكن لازم تدخلات على مستوى إداراتين وأخرى لكن إلزام هؤلاء الذين لا نفهم إلا نقول تقاعس وحضره في المنصب ويعرف وحيان هو يقول لك بالله غير ممكن أن المعمل كما هذا رواجد مسؤول في مستوى معين وواجد ورغم ما يخدم تدرك وجد الحلول اللازمة لا تشكيش أن ترك مسؤول لن تأخذ قرارات إذن بكيفيتنا وأخرى سنعمل جاهدين حتى إن شاء الله نخرجهم من الوضع الذي يرام فيها مشغولين قاعدين كما قال واحد أو غير تربى في الحمام ونشوف بعض التحقيقات في التلفزة وفي المشاريع معطلة منذ سنوات كم هي كثيرة إذن هذه سنجعلها من ضمن أولويات وإن شاء الله نحق نتيجة نتمنى ذلك ولكن المدام أراه السيد رئيس موريا هو الذي أولى لها الاهتمام وكلفنا بهذا غير ممكن أبدا أن لا نعمل فيها الاتجاه ومحكم علينا النجاح إن شاء الله كل 15 يوم إلا ونقدم له نتيجة التحرية والعمل لفتح معملينا ورشة ورشة واخرى طيب فيما يتعلق أيضا ربما بتقديم العرائط الأمر لا يتعلق فقط بالمواطن بمعنى أن يتم تقديم انشغال كفرادة المواطنين لكن يمكن كذلك لهيئات أو الإدارة معينة أن تجعل هيئة وسيط الجمهورية كذلك ربما ترفع انشغالها لجهة معينة لحنا أساس المواطنين مع الإدارة أساس المواطنين إنما فيها جمعيات كما سبق لي وقلت التي ممكن تطرح مشاكل تعيشها مجموعة من المواطنين تكون جمعية أحيا جمعية تنشط في مجالين ما جمعية مثلا ليسا بالبعيد كنت قبلت جمعية مربي المواشي والمشاكل التي يعانون منها غلاء الأعلاف للتربية المواشي وكل هذا يأثر على المواشي ككل السعر للجهب يعني عايشين بعض المشاكل هذا كجمعية وقدمنا اقتراحات قدمناها لذوي المعنيين المعنيين قد تكون جمعية مثلا هذه تفيلالت هي جمعية وراءها كل هذه هي اللي بادرت بهذه الكيفية هذه بتنسيق مع الهيئات الإدارية عند شروع للإنجاز متابعة للمشروع تمثيل كل هذه على مستوى محافة الدولية بالمناسبة نالت جوائز لهنا وطني ودولي إذن الجمعيات أحيان هما ليثري يعني الهيئة هذه لتقدم اقتراحات لتذليل من الصعاب لربما تغيير إثراء بعض من القوانين تكون ممكن تجاوزها الزمن تحسين بعض من التنظيمات المبهمة التي تسبب في وضعيات صعبة إذن كقوة اقتراح أيضا نقدمها هذه الاختراحات ونتمنى ان شاء الله تتغير الأمور وبالمناسبة ربما نجمع أعداد الجمعيات التي تقدمت باعراء المستوى الوطني كيكون مستوى الوسيط الجمهورية هنا مركزيا ومثل المدويات بالضبط بالنسبة للجمعيات 2359 جمعية تنشط في مجال وآخر وبالنسبة الممثل الأحياء والقرى 5982 اللي يجيوا يترون المشاكل أنت على القرية تعمل الهموم اللي يواجهوها الصعوبات إذن أكتوب ما ليس في حزب المواطنين إنما حتى الجمعيات ويتم استقبالهم على المدوبيات ويجيوا يتنقل حتى هنا من جميع أرجاء الوطن طيب سيدي ربما وصلنا إلى المحطة الأخيرة من هذا العدد الأول من برنامج مع وسيطة الجمهورية في الأخير المشاريع المستقبلية فيما يتعلق بهيئة وسيطة الجمهورية لتقرب أكثر من المواطن وأعود إلى نقطة التي ذكرتها في بداية ربما الحوار وهو الحديث عن الموقع الإلكتروني الذي سيدخل الخدمة ربما قريبا ويمكن للمواطن الولوج إليه وتقديم العرائد على المستوى بارك لوفي على غير كل الإدارات ويتوجيات من سيد رئيس الجمهورية هنا لضمان الشفافية ولضمان الفعالية والنجاعة في العمل الإداري لا بد من عصرة الإدارة لا بد من رقمنتها لا بد من المتابعة بصفة شفافة لكل أحوال المواطنين إذن في الاتجاه نحن بمجرد تم تكليفنا بهذا رأينا أنه من ضروري أن نذهب إلى الرقمنة صحيح كان هو ورشة تم فتحها منذ قرابة الشهر الحمد لله في عمل في هذا المجال أن نحن على تتمة هذا المشروع وعن قريب إن شاء الله كل المندبيات ومع المركزية كل محتى التعامل بين الإدارات لا يبقى بذلك الطريقة الكلاسيكية إذن كلش عن طريق الانترنت وكلش عن طريق الرقمنة هذه لمتابعة العرائة على المواطنين المتابعة المآل تهم أي مواطنين يدخل تطبيقية ويعرف وين وصلت العارضة يعني في حتى تطبيق إلكتروني سيدخل الخدمة بالضبط في تطبيق إلكتروني سيدخل الخدمة إذن كل مواطن ينجم نهار ترحل المشكلة إلى غير المآل الذي تصل إليها هذه العريضة يتبحها على مستوى أخر على أي مستوى موجود الآن على أي مستوى أو الأجوبة وينجم يكون تفاعل ما بينه وبين المستشار التي تتبنى تواصل معه في البداية تواصل وبالنسبة للمواطنين حتى هم أثنين كذلك لتفادي لهم النقل المتعب الموضمي إذن ممكن كذلك عن طريق الانترنت يقدم العريضة عن طريق البريد الإلكتروني كلمة أخيرة ربما سيد إبراهي كلمة أخيرة لازم نتوجه للمواطن قال ما بقاش الأمور كما كانت من قبل فيها رادة قوية من قبل سيد رئيس المورية نحن ملزمون بتجسيدها نريد أن نصل بها إلى مبتغاها سيد رئيس المورية التزم لأن يغير أوضاع المواطن لأن يجعل من المواطن مركز اهتماماته اهتماماته بصفة يعني كل اهتمامات كل اهتمامات نحن هنا نسعى لتجسيد إذن السياسة ميدانيا تعلق الأمر إذن بمآربه بمشاكله بانشغالاته أو تعلق الأمر بضمان حقوقه وحرياته وجعله مواطن إيجابيا لازم رأي حديث للعهد إنما لابد أن يثق بنا نحن نيتنا صادقة صدق سيد رئيس المورية نريد أن معه نرافقه وأن نكون في مستوى طموحاته وطموحات المواطن نعمل لتجسيد إذن هذه السياسة ميدانيا وهذا بإمكاننا مدام هذا الذي يعني يحركنا هذه النية الصادقة التي تحركنا ومن نتمنى إن شاء الله لا نخيبوش لا المواطن ولا هؤلاء الذين وضعوا فينا ثقة وأساسا سيد الرئيس الجمهورية محكم علينا بالنجاح وسنعمل جاهدينا لتحقيق هذا إن شاء الله خدمة للمواطن الجزائي وضمان لعيش كريم شكرا جزيلا إذن سيد إبراهيم مراد أنت وسيد الجمهورية على الحضور في هذا العدد الأول ضمن برنامج وسيط أو مع وسيط الجمهورية كما تبعتم هذا العدد الأول كان عددا تقريبا تعريفيا تقنيا في العدد المقبل بحول الله ستكون هناك أو سيكون هناك نقاش في ملفات بعينها تعنى أو يعنى بها المواطن بشكل مباشر ونضرب لكم موعدا بحول الله كل يوم خميس من آخر كل شهر للحديث حول الملفات التي ربما تكون ضمن صلاحيات أو دور وسيط أو هيئة وسيط الجمهورية شكرا جزيلا لكم على المتابعة وكذلك نشكر كل الفريقة التقني وصحة فيها الذي رفقكم طيلة عمر هذا البرنامج وكذلك الزميد سليم بن خروف رفقكم بلغة الإشارة ضمن هذا البرنامج تحية طيبة متابعة كذلك أطيب لبقية برامج التلفزيون الجزائري في أمان إلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر